في الوقت الذي تقوم مصالح الضمان الاجتماعي للصحة العسكرية بتعويض مرضاها دعا البروفيسور دحدوح عبد الرزاق مصالح الضمان الاجتماعي لضرورة إدراج القسطر البولية الذاتية المتقطعة والنظيفة ضمن قائمة الأدوية المعوضة لصالح مختلف المرضى الذين يعانون اضطرابات بولية إذا تكفلنا بها مبكرا وبطريقة مناسبة ومتناغمة فإننا نتفادوا الكثير من المصاريف لصندوق الضمان الاجتماعي وعطينا بالأرقام لما نتكفل بها مبكرا وش حال تستقام ولما نخليها تتفاقم وش حال تستقام لصندوق الضمان الاجتماعي ومن باب ترشيد النفقات ومن باب عقلنة النفقات على مستوى الصندوق الضمان الاجتماعي يجب حديث والبروفيسور دحدوح لشروق الإخبارية جاء في الندوة الصحفية التي عقدت خلال المؤتمر الوطني الثامن للجمعية الجزائرية لجراحة المسالك البولية ساكو والمؤتمر السابع للجمعية الجزائرية للحركية البولية وعمرض الحوض التي يرأسها البروفيسور دحدوح يجب أن ننفت انتباههم إلى هذه النقطة وأن نطالبهم بالنظر بعمق في هذا الموضوع لتفادي النفقات المتزايدة والتي ليست مبررة نطلقنا الآن إلى ضرورة استعمال لسوند 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 الوطو سونداج الانترميتان يعني استعمال من كل المريض لازم خمسة مرات في النهار يستعمل هاد السوند ويرميهم ما يستعملش هادوك اللي شدوهم خمسةاش نيوم واللي راهي تهلك اللي خانتاوعو حنا رانالليوم هنا في هاد المؤتمر باش نديرو مونسارا كاين أطفال اللي رام يموتوا لإنما همش يصيبوا هاد السوند كاين دي پارابليجيك اللي داروا اكسيدان تعال المرور تعالى اكسيدان دلاغوت اللي ما رامش يصيبوا هاد السوند لازم الصندوق ضمن الاجتماعي يشار الى ان القسطرة تطورت وغيرت منح حياة المريض للأحسن لكنها تكلف قرابة الاربع ملايين سنتيم شهريا مبلغ لا يقوى عليه اغلب الجزائريين وعليه دعا مختصون مصالح الضمان الاجتماعي الى ادراجها ضمن قائمة التعويضات لانقاذ حياة المرضى ترجمة نانسي قنقر